واحدة من المشاكل الكبيرة انك تفقد بيانات مهمة على تليفونك او على الكمبيوتر الخاص بيك او من فلاش ميموري او صور على الكاميرا بتاعتك وبتحتاج وقتها ان انت تعمل اي حاجة علشان ترجع البيانات دي اسمحوني النهاردة اقدم لكم احد الحلول لاسترجاع الملفات المفقودة او اللي تم حسفها عن طريق الخطأ ببرنامج اسمه Data Recovery من شركة وندرشير البرنامج فيه منه نسخة مجانية تقدر ان انت تحملها وحسيب الرابط اسفل الفيديو النسخة المجانية مشكلتها الوحيدة ان انت ما تقدرش انك ترجع بيانات الا بحجن محدود 100 ميجا اكتر من كده لازم تشتري البرنامج نفسه لو اشتريت البرنامج تقدر ان انت تسترجع بيانات اكتر من كده بكتير زي ما انت عايز انما النسخة المجانية ما بترجعش غير 100 ميجا فقط خلونا مع بعض نشرح شرح سريع للبرنامج وازاي بيشتغل اول ما هتبدأ البرنامج هتلاقي الوجهة بتاعته بالشكل الافتراضي على الويزرد وفيه وجهة اخرى اللي هي الستاندرد مود هنشرح الستاندرد مود بس خلينا نشوف الوجهة الافتراضية بتاعته اللي هي الويزرد هندغط على التالي وبعد كده هتحدد بقى انت عايز تسترجع ايه اما انك عايز تسترجع ملفات الصور فقط او ملفات صوتية او فيديو او ملفات مكتبية اللي هي الورد وإكسل وبي دي اف وغيرها او البريد الكتروني وملفات الخاصة به او كل الملفات لو انت عايز بقى تستعيد حاجات ضاعت منك بالكامل الفولدر فيه كل حاجة فخلونا نختار وندغط على التالي من هنا انت تقدر ان انت تحدد المكان اللي انت عايز تسترجع منه الملفات اما ان انت تختار باكمله او تحدد فولدر معين انت عايز تسترجع منه البيانات الخيار التاني ان انت تسترجع البيانات من اي جهاز بيتصل بالكمبيوتر عن طريق وصلة يو اس بي. بداياتا من مشغلات الموسيقى زي الايبود والم بي سري بلاير او 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 بي فور بلاير. الديجيتال كاميرا اليو اس بي درايف حتى الموبايل الاندرويد اللي بيتم توصيله عن طريق الكابل بس تختار ماس ستورج. الخيار التالت الري سايكل بين سلة المهملات. الخيار الرابع الديسك توب وماي دوكومنت. الاختيار الخامس انك تكون مش فاكر الملفات بتاعتك فين. فحيعمل سكان للكمبيوتر باكمله. والاختيار الاخير ان انت مش لاقي البرتيشن اساسا فيبدأ ان هو يدور على البرتيشن مش على الملفات لا ده على البرتيشن نفسه. خلونا نحدد احنا مثلا ان هو يدور لنا على الملفات المفقودة باكملها في البرتيشن الدي. ونضغط على او كي وبعد كده التالي. تقدر ان انت تبدأ على طول انك تضغط على ستارت وده هيعمل مسح سريع ويجيب لك الملفات اللي تم فقدها. وده بيبقى الامر سريع شوية. او ان انت تفعل الديب سكان ودي بتاخد وقت اطول لانها بتجيب ملفات اه الاصلية بقى وتاخد وقت ومجهود اكتر ممكن يعدي ايامك. صوصا ان احنا بندور في البرتيشن كامل. فانا انا شوف ايه اللي حيتم بسرعة في البرتيشن الدي. وهيسترجع ملفات ولا لا والحجم بتاعها ايه وشكلها ازاي. بعد ما انتهى السكان كله زي ما احنا شايفين كده دي الملفات كلها اللي ظهرت لنا علشان نقدر ان احنا نستعدها مرة اخرى. ملفات الدوكيومنت مثلا في ملف اكسيل تم استرجاعه. ادي الصور الجي بي جي او البي ان جي. الحالة بتاعة الصورة هنلاقيها مكتوبة بور. لان هنلاحظ ان من تحت من الصورة نفسها في جزء من الصورة مفقود. اه فعلشان كده الحالة بتاعتها والستيتس مكتوب جنبها بور. يعني ضعيفة. الباب بقى اللي ما رجعتش خالص. مع الاسف ما قدرش البرنامج انه هو يستعدها. واللي مكتوب جنبها جود. فدي صورة رجعت بالكامل. الصورة السودة دي انا كنت عامل سكين شوت اه سودة. فده شكلها طبيعي مش مش صورة ضايعة يعني. اه الصورة اللي بعدها رجعت بالكامل بكل تفاصيلها ما فياش اي مشكلة. والصورة الاخيرة برضو رجعت بكل تفاصيلها. الصور البي ان جي برضو فيه تلات حالات. واحدة ضعيفة جدا. واحدة جيدة. واحدة اه سيئة للغاية. وهنا الملفات اله تي ام ال رجعت بحالتها الجيدة. والاكس ام ال. هنا ملف كنت محتفظ بيه لبرنامج كامتاشيا ستوديو. والفيديو رجع بحالة جيدة الحمد لله. ولكن طبعا ما بيزهرلوش آآ بريفيو. لازم انت تستعيده علشان تقدر ان انت تشوفه بشكله الكامل. فهنا دي كل الملفات اللي قدر البرنامج ان هو يرجعها. تقدر ان انت بعد كده تدوس على علشان يستعيد كل الملفات اللي انت عايزها. او تضغط على علشان يحتفظ بالنقطة اللي انتهيت منها. بس بشرط ما تحتفظش بالملف اللي هتا تحتفظ به في نفس اللي انت بتعمل منه فتختار مكان اخر علشان تسيف عليه او تحتفظ به الملف علشان وقت ما تحب ترجع تاني ما تبدأش من الاول وجديد. الستاندرد مود فيه اربع خيارات. الخيار الاولاني بتاع الملفات المفقودة لو ضغطنا عليه حيفتح لنا نفس القصة بتاعة البحث عن الملفات في من اللي موجودة على الكمبيوتر بتاعك. او ان انت تختار فولدر معين وبعد تبدأ ستارت. نفس الفكرة اللي شفناها في ولكن بشكل جديد. الپارتشن ريكوفري زي ما قلنا ان هو انت ضاع منك بارتشن بالكامل فانت محتاج ان انت تستعيده من اول وجديد هنا الهارد ديسك بتاعي سامسونج والحجم بتاعي 500 جيجا بايت و ممكن هتختاره بقى وبعد كده تبدأ تعمل نيكست علشان يشوف الپارتشن اللي ضاع منك بالبيانات اللي عليه. لو الاختيار الاولاني والتاني ما نفعوش وما لقيتش الملفات بتاعتك فبتختار الاختيار التالت اللي هو الرو فايل ريكوفري وده بيجيب لك كل حاجة بقى ولكن ما بيجيب لكش الاسم بتاع الملف نفسه. ده بيجيب لك الجزور الجزور. فحتبدأ ان انت تدور في بتاعتك كلها عن كل شيء. واخيرا الريزوم ريكوفري ده اللي احنا كنا وضحنا لو انت سيفت ملف علشان ما تبدأش من البداية وتبدأ من حيث انتهيت فتقدر ان انت تدور على الملف اللي انت احتفظت بيه على بارتشن معين وتستعيده وتبدأ من المكان اللي انت انتهيت فيه المرة السابقة قبل ما تحفظ الملف بتاعك. فده كان شرح سريع جدا للبرنامج. البرنامج زي ما قلت متاح بنسخة مجانية تقدر ان انت تسترجع ملفات بحجم ميت ميجا. والنسخة الكاملة تقدر ان انت تسترجع ملفات بلا نهاية. ورابط التحميل هتلاقوه موجود في الديسكريبشن. اتمنى يكون الشرح السريع ده افادكم. بشكركم ونلتقي في فيديوهات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.